تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسية رشاد العليمي أوراق اعتماد سفير دولة الكويت لدى اليمن فلاح الحجرف وأشهد العليمي بالعلاقات الثنائية العريقة بين البلدين وبالموقف الكويتي المشرف إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية ضمن التحالف العربي كما أشهد بجهود المؤسسات التمويلية والهيئات الكويتية الخيرية في عادة تأهيل الخدمات والتخفيف من المعاناة الإنسانية ترجمة نانسي قنقر